إلى حالة اجتماعية يعاني عبدالجليل صاحب العشرين سنة من ولاية أدرار يعاني من مرض القصور الكيلوي وهششة العظام مقام أقاده الفراش تلتا حياته عائلة هذا الطفل تناشد اليوم وزير الصحة التكفل بحالته قبل فوات الأوان التفاصيل في هذا التقرير لليمين بالعالمي وورد أقشيش عبدالجليل من بلدية أنزجمير ولاية أدرار يعاني من مرض القصور الكيلوي وهشاشة العظام لا حول له ولا قوى سوى نظرات ملؤها الألم فهو طريح الفراش منذ أن كان طفلا لا يتجاوز الست سنوات زمام لي كان صغير بدأ زعماء يمرض بشوية بشوية بدأت الحمى ومعه كما نقوله زعماء تشخيص ما قدرواش يسخصوا على خاطر زعماء كما نقوله زعماء فشل كيلوي ما كانش زعماء صغار زعماء اللي في سنو زعماء كانت معاناة كبيرة من قبل ما يشخصوا المرض نتعو مصالح التضامن وقفت على الحالة الصحية الصعبة لعبدالجليل فيما لا تزال عائلته تأمل في التفاتة مصالح وزارة الصحة للتكفل بها نطلب من وزير الصحة نتمنى ونتمنى يكفلوا بحال شي وعالجوني والجي مريض بغياء المساعدة ما عنديش لي يدخل عليه شي ولا يعاوني ولا شي ما جابعت جولة ساعدنا شوية تحت إشراف سيد مدير نشاط الاجتماعي من بطاقة الإعاقة وبطاقة الشيفة واليوم راناجينة قدمنا لها بعض المساعدات مثل بطانية وكرسي متحرك اللي يساعدها في التنقل إلى بلدية الرقان القيام بعملية تصفية الكيلة في انتظار الفرج يبقى عبدالجليل في مواجهة معاناة مستمرة مع المرض فهل من قلوب رحمة تتكفل بها؟ ترجمة نانسي قنقر